بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الاكسندر فان دير بيلين بمناسبة عادة انتخابه لولاية ثانية رئيسا اتحاديا لجمهورية النمسا الصديقة وعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وعضاء المجلس عن أصدق التهاني لفخامة الرئيس بيلين وتمنياته لشعب النمسا الصديق كل التقدم والاستهار اشهد الرئيس بمواقف جمهورية النمسا الداعمة للشرعية الدستورية انهاء المعاناة عن الشعب اليمني متمنيا للعلاقات بين البلدين المزيد من النماء والازدهار